لو المصريين انغرق أمامهم ده بالتغيير الآمن فنحن نسوق قرم إلى الانفجار حمدين صباحي اتجنن وطالع يهدد الدولة بالانفجار والفوضى وبيقول الانفجار حياكل الأخضر واليابس يعني باختصار يأمر رئيس السيسي يمشي أو حيحرقه البلد وكل ده عشان تلميزه أحمد طنطاوي فاشل في جمع التوكيلات وغالبا مش هيقدر يدخل الانتخابات الرئاسية حمدين في الفترة الأخيرة قرر يرجع لحضن جماعة الإخوان من تاني زي ما عمل بعد 2011 لما تحلف معاهم في انتخابات البرلمان وعملوا حاجة اسمها التحالف الجيمقراطي وكانت فضيحة لما زعيم الناصريين حطي ايده مع الجماعة اللي كانت عاوزة تقتل عبد الناصر ولما تأكد ان الإخوان حسان خسران اعتذر عن التحالف معاهم وقال كنت غلطان والناس سمحتوا على اللي عملوا بس تقريبا اللي فيه ده ما بيبطلوش خصوصا يعني ان حمدين مناسب الإخوان وأخته متجوزة محمد عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الإخواني ولما معركة الانتخابات الرئاسية سخنت حمدين قرر يرجع للتحالف مع الإخوان وتواصل مع ايمان نور عشان ينسقه لدعم احمد تنطوي في المعركة وحصلت مكالمة جماعية بين حمدين وايمان نور وتنطوي وكانوا عاوزين تنطوي يبقى هو المرشح الوحيد للمعارضة لكن خطتهم فشلت وفريد زهران وجميل اسماعيل رفضين اي تحالف مع احمد تنطوي وشايفينه ماينفعش اصلا يبقى رئيس وحدة محلية وبرضو رفضين التحالف مع الإخوان بأي شكل من الأشكال ونتيجة كده اتحرك صباحي لعمل تحالف بين تنطوي والإخوان وهم اللي يعملونه التوكيلات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية ولما الموضوع وصل الأحزاب المعارضة ناس كتير زعلت من حمدين صباحي وقالوا ازاي تواصل مع واحد زي ايمان نور اللي بيحارب البلد بقالوا سنين ومتحالف مع الإخوان وعدبوا على تحالفه مع الإخوان بس حمدين شايف ان المعركة ضد الرئيس تستدعي التنازل وما فيش مشكلة لو حصل تحالف مع أي حد مهما كان وهو اللي خلى حزب الكرامة يطلع بيان بدعم تنطوي رغم ان الناس كتير جوى الحزب كانت رفضة وقالوا ازاي نحط إيدنا في إيدنا الإخوان والحقيقة ان حمدين ممكن يحط إيده في إيد أي حد ده راجل حياته السياسية كلها كوارث من أول كراهيته للرئيس أنور السادات وفرحته باغتياله ولما كبر شوية اشتغل مع صدام حسين وكان بيقبض من العراق وبيقول شعر في صدام بعد شوية اشتغل مع القزافي وكان بيتمول منه يعني كان شغال مع صدام والقزافي بالرغم ان الاتنين بيكرهوا بعد عامة بس كل يهون عشان التمويلات اللي بتيجي من برة ثم بقى مع إيران وحزب الله وبيسبح بحمد حسن نصر الله وبعد ما فضل يشتم في الرئيس السوري بشار الأسد رحله وقعد يمدح فيه وتصور معاه هو مبتسم وسعيد ولأنه ما خدش اللي هو عاوزه فعهد الرئيس السيسي أعلن الحرب عليه من بدري وكل ما تيجي فرصة بيهاجم ورغم ان الرئيس دعاه في آخر إفطار للأسرة المصرية ومدله إيده مفيش فايدة وحمدين عمره محيط عدل وبعد ما التصريحات انتشرت ناس كتير طلبت القفض عليه بتهمة التهديد بالفوضى والعنف وخبراء القانون أكدوا ان اللي قالوا يعاقب عليه وبعد المحامين نوين يقدموا بلغات ضده ويتهموا بالتحريض على الخراب وقال بنظام الحكم وتدمير الدولة ويمكن الأيام الجاية يبقى فيها مفاجآت مش سعيدة خالص لحمدين وربنا دايما يحمي بلدنا من كل شر